نحن في حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو هنبدأ نتعرف على مر� patient الورد هتلاقي عندك في البداية علامة الـ X لو أنت عايز تقفل البردامج هتلاقي جنبها علامة الـ Restore لو أنت عايز تصغر الصفحة بتاعتك أو تكبر الصفحة بتاعتك هتلاقي جنبها علامة التصغير لو أنت عايز تنزل الصفحة بتاعتك لتاعت هتلاقي جنبها الرمز ده لو أنت عايز تتحكم في بعض الأشكال اللي انت عايز تعرف بها البرنامج. على سبيل المثال انا عايز اوفر المساحة اللي فوق. او عايز ازود المساحة او عايز اني اشتغل به الشكل ده. هتلاقي جنبها المساحة الخاصة بالايميل اللي انت تقدر تشوف فيها الايميل اللي انت شغال به على نسخة ديات من او انك تضيف الايميل التاني. وشوفنا ازاي تقدر تضيف ايميل في الفيديو. وشوفنا ازاي تقدر تضيف ايميل في فيديوهات سابقة. هنا هتلاقي مربع البحث. هنا هتلاقي اسم الملف. في حالة لو الملف بتاعك ما هواش محفوظ هتلاقي الديفولت بتاعه. وجنبها الرقم بتاعه. وجنبها اسم البرنامج. في الجزء ده هتلاقي تخصيص للاجزاء الموجودة عندك هنا او الزرارة الموجودة عندك هنا. لو انت عايز تظهر او تخفي اي حاجة من الحاجات اللي انت حابب بانك تظهرها. على سبيل المثال انت عايز اقتصار لنيو فايل. هتضغط عليها. فهيبقى موجودة عندك هنا انك تضغط عليها فتلاقي نيو فايل. ففتح لي هنا دوكيومنت جديد. تقدر بانك تشيل علامات الصح. فتبدأ انك ترجع الوضع على ما هو عليه او تشيل الرموز اللي انت مش محتاجها. نصيحة خلي الاجزاء ديت هي الاختيارية اللي انت ممكن تحتاجها. الجزئين دول خاصين بالتراجع في حالة لو انت كتبت اي حاجة. على سبيل المثال انا كتبت حرف تا وعايز اتراجع. فبتعمل الكلام ده بالاسهم لو انا عايز ارجع فيها. عايز امسح باخد ديت اللي هي عبارة عن كنترول زد. ولو عايز اكررها باخد ديت اللي هي عايزة كنترول واي. وهنبقى نشرح الاختصارات ديت بعد كده في فيديو تالي. اخدنا المربع بتاع الحفظ. عندك المربع ده يختص بالاوتو سيف في حالة لو انت عايز انك تشغله او توقفه فيبدأ انه يحفظ على بتاعك. تقدر بانك هتلاقي مجموعة من القوائم اللي موجودة عندك هنا. على سبيل المثال القيمة الاساسية اللي هي القيمة فايل. هتلاقي فيها الهوم بتاعك. ولو بيظن فيها اخر الملفات اللي انت فتحتها مع التنبيلات المقترحة عليك. النيو. الابن. السيف. البرينت. الشير. اكسبورت للملف. الخصائص بتاعة الاكاونت بتاعك. والخصائص بتاعة الاوبشنز بتاعتك. الهوم هتلاقي عليه الحاجات الاساسية اللي انت هتستخدمها. واكتر الرموز اللي انت هتستخدمها. متأسمة لمجموعة من المجموعات. كل مجموعة هتلاحظ بان جنب اسمها رمز صغير. لو انت اضغطت عليه هتلاقي القيمة بكل تفاصيلها فتحت لك. قيمة انسيرت هتلاقي فيها كل الحاجات اللي انت ممكن انك تدرجها ابتداء من ولاف الصفحة او الصفحات الفاضية او الجداول الصور الايقونات الاشكال الرسوم ارغام الصفحات كل ما يمكن ادراجه بيتلاقيه تحت الزر انسيرت. قيمة ديزاين هتلاقي فيها كل ما يخص تصميم الصفحة. لون الصفحة شكل الصفحة اي حاجة تخص تصميم الصفحة. لكن لو تخص تخطيط الصفحة ومقاسات الصفحة هتلاقيها في لي اوت. هل الصفحة بتاعتك بالعرض ولا بالطول ولا عايزك كمعمود. الريفرانس هتلاقي فيها كل ما يخص المراجع بتاعتك. الجزء اللي بعدها هتلاقي فيه الجزء الخاص بالمرسلات. هو اللي هنشرحه بعد كده في فيديو التالي بازن الله. هتلاقي فيه كل ما يخص تحرير الملف والمراجع الامرائية والتدقيق الامرائي. بعد كده هتلاقي عندك قيمة ويتلاقي فيها كل ما يخص شكل عرض البرنامج. بعد كده هتلاقي قيمة هلب ويتلاقي فيها المساعدة بتاعت البرنامج اللي انت ممكن تقدر تدور فيها على اي اسئلة او تناقش فيها اي حاجة انت محتاجها بخصوص البرنامج. واللي تقدر برضو توصلها عن طريق F1. في الجزء اللي تحتها هتلاقي عدد الصفحات ان انت مثلا في صفحة ثلاتة من ثلاث صفحات. او ان ان ت موجود في الصفحه التانية من ثلاث صفحات. او ان ت موجود في الصفحه الاولى من ثلاث صفحات فبتظهر لك هنا. حدد الكلمات اللي بتتبقى موجودة في الملف بتظهر لك هنا. ازا كان الملف بيحتوي على اخطاء ملاقية بتلاقي علامة غلط هنا. ايه لغة الكتابة اللي انت تستخدمها في الملف حاليا هتلاقيها موجودة هنا. تقدر تغير لغة الكتابة عن طريق Alt Shift من الكيبورد بتاعتك. فهتلاقي اللغة فورا اتغيرت لو انت عايز تغير انظمة عرض الملف ما بين انك تركز على مساحة العمل او ما بين المساحات المختلفة او الطرق العرض المختلفة للملف ولكن انا دايما ننصح بالطريقة دي اللي هي بتوضح لك حدود الصفحة لشان تقدر تصمم الصفحة وانت شايف الحدود اللي انت بتصمم فيها بشكل كامل في عندك هنا الجزء المخصص بالزوم او انك تكبر الصفحة او انك تصغرها عندك على اليمين شريط تمرير تقدر انك تتنقل بما بين الصفحات المختلفة لو انت كبرت العرض هتلاقي بان فيه شريط برضو ظهر لك تحت لو انت صغرت هتلاقي الشريط ده هيختفي عندك هنا المسطرة بتظهر لك فيه اتجاه هين اتجاه الاعلى والاتجاه الجانبي علشان يوضح لك المقاس بتاع الصفحة او الجزء الخاص بالعمل مساحة العمل الخاصة بيك عندك مساحة العمل الخاصة بيك اللي انت هتكتب فيها بعد كده اللي هي الصفحة اللي موجودة هنا بالنسبة لقوائم ديت انت تقدر بانك تضغط على السهم ده فتقدر انك توفر مساحة العمل او تقدر بانك تضغط عليها تاني فتظهر وتضغط على البن فتقدر انها تكون سابتة مرة تانية تقدر انك تعمل كومنتات على الملف الكومنتات ديت تبقى حاجة خارج المحتوى اللي انت حطه ما بتطبعش فيه الملف ولكنها بتفضل موجودة فيه النسخة الالكترونية في حالة لو انت عايز تحط ملحوظات ليك اثناء عملك على الملف ده تقدر تضغط على شير فتقدر من خلال الشير بانك لو انت عايز تشير الملف ده عن طريق اي قبل كشنات موجودة عندك على الجهاز بتاعك تقدر انك تستخدم الخاصية دي فيه مجموعة من القائمة الاضافية ممكن تظهر لك هنا في بعض الحالات الخاصة على سبيل المثال لو احنا جينا وعملنا ادراج لصورة هتلاقي فيه قائمة ظهرت لك جديدة خاصة بالصورة لو انت ادركت جدول هتلاقي فيه قائمة خاصة بالجدول فيه بعض قائمة اللي هي بتظهر هنا في حالة لو انا ضغطت على اي مسحتة في الصفحة بتاعتي هتلاقي بان القائمة دي اختفت لو انا فعلت الصورة هتلاقي بان القائمة دي تظهرت فدية القائمة الرئيسية بتاعتك ولكن فيه قائمة تانية ممكن تظهر لك هنا هنبقى نتعرف عليها مع مرور الوقت في الفيديوهات التالية بإذن الله بكده احنا تعرفنا على مساحة العمل اللي انت هتشتغل بها في الورد ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى بأنكم تكونوا استفدتم من الفيديو ده ونتمنى دايما بأنكم تشرفونا باشتراككم في القناة شكرا لحضراتكم